موسيقى منبقى بالسينما مشاهدينا وصلنا كمان للفقرة الاسبوعية السينمائية راح نخصصها اليوم لنحكي عن الهولوغرام وكيف بيتم نصنع هرم لنعرض الهولوغرام على الموبايل أكيده بيسعدنا نستضيف المخرج أمر حمارن صباح الخير عمر صباح الخير عمر صباح النور كيف عمر صباح نعم صباح نعم صباح عمر رأيتك قبل أننا نضع لنا تقرير رحمة الله على عمر أميرالاي لحل عمر أميرالاي الله يرحمه شو أكيد أنت مطلع بأمور السينما وكذا ستتحدث شيئا عن اللي عمر أميرالاي من الطالعيين اللي كانوا مشاكسين من أول شغلهم ضد النظام وكان يعمل شغلات من تحت لتحت نعم بقدرات كبيرة لأنه كان قلائل أساساً اللي يشتغل في السيناء بها ذاك الوقت بس كان يرسل رسائل غامضة ومبطنة جو الأفلام فكان زلم يقول للأسف أنه رحل قبل ما تبلش الثورة قبل ما تبلش الثورة بشهر يعني مو حرام رحمه كثير رحمه الله الله يرحمه اليوم عمر رح نحكي عن الهولوغرام وأكيد في كثير أشخاص من اللي عم بشاهدوا الحلقة اليوم ما بعرفوا شو هو الهولوغرام بشكل عام يعني فابلنا نشرح شوية عنه شو هو الهولوغرام واستخدامات وباقي تفاصيل كلها عندك الهولوغرام هو الرؤية المجسمة اللي هو دائما منشوفه بأفلام الخيال العلمي اللي هو كان مخيلة المخرجين والمؤلفين سباقة قبل ما يكون حقيقي أو موجود على أرض الواقع فهو اللي كنا نشوفه مثلا الشخص بيكون قدامك بطريقة ضو بس انت بتقدر تلفي حوالين الشخص بتشوفي بيحكي معيك على أساس موجود ضمن الفراغ البحسوس بس هو عبارة عن ثراب فهي الرؤية المجسمة هي اللي اسمه الهولوغرام ونشوفها بشغلات بسيطة موجودة حتى بحياتنا اليومية اللي هي الوساقات تبع الشغلات الأورجينال اللي انه بيكون فيه اطعاب تعملي له هيك فبتصير متل مجسمة بتنعمل بالليزر هي اسمه الوساقات المساطر واحنا صغار كان هيك تقريبا تقريبا انه بتشوفيها ثري دي يعني هو الهولوغرام بيفرق عني ثري دي انه مثلا بالأفلام الثري دي انه انت بتشوفي اوكي بيتجسم الشيء قدامك وهيك بس انت كشخص ما فيكي تروحي تلفي تشوفي من ورا مثلا شو عم تصير الهولوغرام لا هو شيء موجود قدامك وممكن تلفي حواليه تشوفي من ورا تشوفي من جناب تشوفي من قدام هذا الفرق الجوهري ولسه التكنولوجيا ما وصلت لمرحلة انه نقدر نعمل هولوغرام بظروف الاضاءة هي بدون اي وسيط مساعد هلأ بلكن شو الوسيط المساعد اللي اللي بدنا نشوفه هلأ في فيديوهات موجودة على اليوتيوب اسمه هولوغرام فيديوز هلأ بلكن في شيء خصوصي يعني الهولوغرام حتتقدر هذا الهرم اللي عم نحكي عليه اللي هلأ رح نعمله سوا هذا الشيء شايفين كيف شيء مجسم بصير قدامك هلأ اذا بنلف حوالين الهرم بتشوفي من الاربع جهات اللي هو بلاستيك بس بس هو وسيط مساعد لنقل الفيديو من التو دي للثري دي للفراغ الهرم هذا كتير كتير شغلة بسيطة ينعمل يعني مفاجئ قديش سهل اللي هو بنعمل ببساطة من علبة سي دي يعني هاي علبة سي دي من ايميل كوفر طبعا مرة اخربها لانو بديها كمان لشغلة تانية اذا بنعمل سكيب للفيديو اللي بعده اللي هو شرح كيفية عمل هذا الهرم اللي هو ببساطة اياسات يعني مصطرة مشرط لزيء شفاف ومن إيس نحنا هلأ العبعاد تتلع واحدة واحدة اياسات معينة بس مو كتير يعني شغلة انو بتخوف يعني اللي هي رأس الهرم هو واحد سنتيمتر الارتفاع الهرم هو ثلاثة ونص سنتيمتر قاعدة الهرم هي ستة سنتي هاي الورقة بناخدها كمودل من قصة ومنركبها على البلاستيك طبعا من هاي الحواف تبع البيت السيدي فكتني بأيام المجلس بس تسلايع فكرة وشغلة مفاجئة يعني كتير مكافئة انو بتشوفها كيف النتيجة بتصير بالاخير بناخد الكوفر الاساسي تبع البيت السيدي ومنقصة بالمشرط بالمسلسات بكفي كوفر واحد للأربع جهات بس بدك تكوني دقيقة بانو تحطيهم جنب بعض بشان ما تشركي أكبر مساحة هلأ أنا عملت سامبل للهولوغرام صورت حالي هون بالاستوديو هلأ بناخدها هذا الفيديو أخدناه على المونتاج غمقناه بحيث تختفى الخلفية اللي هلأ بنشوف كيف بس أنا اللي طالع بالفيديو بدون أي تشويش من ورا هذا الحكي الفيديوهات تبع الهولوغرام الأساسية هي بتنعمل أربع فيديوهات اللي هو الفيديو الأساسي بيتكرر بس بطريقة بشو بيقولوا فليب يعني مشان يصير من الأربع جهات موجود هذا الفيديو هلأ اذا بدتكن فورا منشوف طريقة العرض الحقيقية اللي صارت قدامنا عمري يعني في شوية صعوبة انه ينعملوا الأربع مجلسة مات بالفيديو لا لا على المونتاج أربع متناظرين هلأ انت هاي موبايل طبيعي عادي منعرض عليه الفيديو هلأ منطفي الضو بس نطفي الضو شوفوني أنا واقف طلعت عرفت كيف يعني صرت ثري دي دماما هي هاي الطريقة طبعا هي تسلاية بنفس الوقت هي تجسيد لفكرة اللي هي خيال علمي اللي نحن كل لياتنا هيك منطوق الى انه مثل بنعرض مثلا بتحكي معه بدل السكايب انه على الكمبيوتر فأنت عمليا تقدر شوف الشخص 3D بكل تفاصيله طبعا نتيجة ظروف في الإضاءة المعتمي الموبايل ما كان عم يعمل فوكوس فإذا هاي أمر إيدي من ورا مشان إثبات انه مفي شي خلف البلاستيك ومنقدر نلف حواليه لانه الاربع فيديوهات عم يعرضو لنا على الاربع جوانب تبع الهرام فمنقدر نشوفها من اربع جهات هذا الهرام هيك ببساطة طبعا لانه علبة السيديات ماذا؟ ايه كان لانه علبة السيديات وسخة شوي بده تنظيف هلأ ازا بتكون منروح على على الطريقة التانية اللي هي اسهل إذا منعمل اسكيب للفيديو هاد منروح على طريقة كتير أبسط لسهات بلا أص بلا مشرط بلا شيء اللي هي علبة السيدي هاي نفسه نفسه اللي هي منستخدمها باعتبرو هذا هو الكفار عم نعكس على هاد الموبايل هون بيكون ومنعكس على هاد فعيننا بتشوف هاي الطرف من هون الفيديو نفسه اللي عملته انا رح أعرضو على الموبايل بس بدون موروباعي بس شخص انا تمام اللي هو هاد راح نحطو باعلبة السيديات اللي هي طريقة كتير سهلة وعفكرة يعني كمان نتائجها نوعا مرضية أكيد أسهل من انك تقص وعيب علامين هلا هداك له شيء هداك له بنلف حوالي بتقدري شوفي من أربع جهات هذا بتشوفي من جهة واحدة بس بتشوفي كمان كأنه طاير يعني عم ينعرض على الهوى اللي هو هلا بنشوف بس بده تعيير شوي بحيس انه تاخذ زاوية الصح وهي صرنا طايرين بالهوى عربنا على البلاستيك وكمان تقدر تشوفوا من الجهة من جهة الدام اللي جهة اللي ورا مثل هيك يا بدك تشوفي من هون فقط هاي كمان بنفس الوقت ممكن ان المشاهدين استفيدوا منها اذا بدين يحبوا مثلا يلعبوا مع الولاد صغار او خوفون او يتسلوا مع او ضروري يخوفوا يلعبوا ما بادش على كل فيه كتير الى تطبيقات هذه القصة ما رح نلحق نحكي عنا بهذه المساحة ولكن ممكن يتصور هذا الهولوغرام ورا خلفية شي تاني فبيصير كأني انا شبح ضمن خلفية محطوط فيه